بعثة اليونسكو إلى القدس ثقافية في المقام الأول فقد كان من المقرر أن تتقصى الحقائق المحيطة بالحفاظ على المواقع التاريخية وتصدر مجموعة توصيات بشأن صيانة تراث المدينة ومقدساتها مقدسات تتمتع رسميا بحماية اليونسكو منذ عام 1981 وهو ما يلقي بحد ذاته شكوكا على قدرة المنظمة على تنفيذ توصياتها القدس التي تحتل مكانة مركزية في الديانات السماوية الثلاث تحتوي على نحو 220 أثرا تاريخيا ومن أهم المواقع التي ستعينها البعثة إن سمحت إسرائيل بدخولها القدس السور المحيط بالبلدة القديمة وأبوابه الأحد عشر وكنيسة القيامة حيث ضريح السيد المسيح أيضا الحرم القدسي الذي يحتضن المسجد الأقصى وقبة الصخرة وسوره الذي يشكل حائط المبكى المقدس لدى اليهود وممر المشاة الذي يقع أمامه اللجنة كانت قد عاينت المدينة عدة مرات في الماضي وكانت تنشر تقارير دورية فيها توصيات للجهات المسؤولة أيا كانت لكن توصياتها أشارت عادة لمخاطر زيادة السكانية وإنشاءات البنية التحتية والتغير المناخي وعيوب في إدارة الآثار وقلة التمويل وغيرها دون إشارة تذكر للأبعاد السياسية على الجانب الآخر كانت جهات فلسطينية وإسرائيلية تنتقد بانتظام ما تصفه بالتهويد ومحو البصمات الإسلامية ومن هذا تغيير أبعاد سور القدس تسع مرات وإضافة رموز يهودية على بعض أبوابه قرار اليونسكو إرسال بعثة لمدينة القدس هو الأول من نوعه منذ عام 2004 لكنه في وقته لم يأتي بدون فاتورة اعتبرها البعض غالية الثمن وقد منعت إسرائيل المسيطر الفعلي على مدينة القدس من دخول البعثة بحجرة أن الفلسطينيين لم يوفوا بوعودهم بوقف مشاريع قرارات لإدانة إسرائيل في اليونسكو وفقا لاتفاق ثلاثي بين رامالله وتل أبيب وعمان برعاية أمريكية اتفاق كان قد أثار جدلا على الساحة الفلسطينية فحتى وإن سمح للبعثة بالدخول وإن تبنى تقرير اليونسكو لهجة حازمة بحق تل أبيب فإن السجل الإسرائيلي لم يحفل بأكثر القرارات والتوصيات الدولية تاريخيا مما سيعيد المطالب بالتوجه إلى القضاء الدولي وهو ما قد تنازلت عنه السلطة الفلسطينية ترجمة نانسي قنقر